موسيقى اهلا بكم الى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة اوضاع جرح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الخارج وجه الجرح نداء استغاثة لانقاذهم من الهمال الذي يتعرضون له في مستشفيات السودان وعلن الجرح تنفيذهم اعتصاما مفتوحا داخل مقر السفارة اليمنية في الخرطوم مهددين بالاضراب عن الطعام حتى تلبية مطالبهم وفي بيان لهم طالب 14 جريحا من الحكومة وقيادة التحالف العربي معالجة اوضاعهم السيئة والنتجة عن اهمال الجهات المسؤولة عن ملف الجرحة نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين الى متى سيظل ملف الجرحة خارج اهتمام السلطة الشرعية وكيف تحول هذا الملف الى مظلمة وقضية تتفاقم يوما بعد اخر قبل النقاش نذهب الى مشاهدة هذا التقرير ومثل ما نعود صراخات بلون الدم هي تلك التي ما فتأ جرح الحرب المنسيون يطلقونها في فضاء العواصم حيث اهملوا ولم يعد يلتفت اليهم احد لم يشهد العالم حربا نسيت جرحها اكثر من هذه الحرب التي تعصف باليمنيين منذ ثلاثة اعوام اكثر الجرح عرضة للإهمال هم الذين قاتلوا ويقاتلون ضمن هذا الطيف الواسع المساند لسلطة الشرعية والمؤيد للتحالف العربي او ما بقي من هذا التحالف احدث هذه الصراخات سمع دويها في الخرطوم والقاهرة حيث يقبع الجرح ومعظمهم من تعز في ظروف سيئة ومستوى لا يحتمل من الإهمال هؤلاء الجرح حالفهم الحظ فغادروا الجبهات والمستشفيات قليلة الامكانية في تعز الى مستشفيات خارجية لكن حظهم يتعثر ويزداد سوءا الجهد المبذول للعناية بالجرح يخضع لمستوى من التصنيف غير العادل من جانب التحالف نفسه حيث تتاح اكثر الفرص لجرح دون غيرهم وتبعا لانتمائهم المناطق وذلك هو اسوأ ما يشير الى هذه الحرب باعتبارها فضاء للموت والدمار وانعدام العدالة دافع المحافظ علي المعمر ثمنا باهظا لانه تمكن من الحصول على منحة علاجية لاكثر من 120 من الجرح المحاربين في تعز في مشافي تركيا اواخر العام 2016 الى حد لم يستطع معه العودة الى تعز لممارسة صلاحياته ولم يتمكن من دخول ميناء المخى الواقعة في الساحر الغربي للمحافظة والتي تخضع لسلطاته الادارية ثم تمن يصر على عدم مكافأة من قاتلوا دفاعا عن الدولة المغدورة والاستحقاق الوطني الاصيل في التغيير فالحرب ليست من اجل هذا الاستحقاق بل من اجل محاصرة كل امل ممكن لليمنيين في التغيير والانعتاق نبدأ النقاش مع ضيفنا من السودان الجريح سامي الحميدي اهلا بك شكرا لك سامي في البداية لو تحدثنا عن اوضاعك ووضاع زملائك الجرحة والمتواجدين في السودان طبعا القرحات السودان هي حارقة جدا تطلب الدخل السرين للجاعة المختصة نعمل قرحات الجيش الوطني للسودان منهم من قبع نحنه ومنهم من ينتظر نطالب القرحات المعنية لان يشوفوا حل إلى القرحات نماشر كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وقيادة المقاومة كمان نماشر التعالف العربي بقيادة الملك سلمان ومحمد بن زمطان النبر في معانتنا حيث نحن نعاني من معانا قبيلة من الآلام والجلاح والبعض منها في حالة الخطيرة يحتاج إلى مراكز متقدمة طيب ما هي المشاكل حاليا الآن؟ المشاكل الحالية الآن المشاكل أطلب الصناعية والوجه والبكين والبعض والوجه والبكين طيب الحكومة الشرعية ما الذي قدمته وفعلته لكم؟ العكومة الشرعية لم تقدم لنا أي شيء ولم يتواصلوا معنا أي شيء معني منهم وقد ناشروا عبر المسائل والإعلام وفي كل المجالات طيب ومن القاهرة أيضا تنظم لنا النشطة الحقوقية حياة الذبحان أهلا بك أستاذ حيات بداية كيف هي أوضاع الجرحة في جمهورية مصر؟ نعم مرحبا بكم وكل مشاهدي قناة بلقيس الفضائية وشكرا هذه القناة الرائعة التي طالما تلتفت لجرحة وفي مدينة تعز أو في خارج اليمن وضع الجرحة هنا في مدينة القاهرة ووضع مؤلم للغاية ومحزن حد الكون يعني ما رأيته أنا هو وضع إنساني مأفوض جدا الجرحة أتوا هنا إلى القاهرة عبر فاعلين خير ووصلوا إلى القاهرة لم يجدوا أي اهتمام من أستفاع اليمنية هنا لم يجدوا أي اهتمام كذلك من وزارة الصحة التي من المحترر أن تنسق لهم على الأقل في استخدامهم إلى مستشفياتنا في القاهرة إلى ذلك كذلك نقص كذلك المادة لدى هؤلاء الجرحة نفذ ما كان لديهم من الأموال التي جمعت لهم عبر فاعلين خير والبعض كذلك الذي استنتظ ماله الذي باع سيارته الذي باع أرضه الذي باع بيته ووصل هنا إلى القاهرة في حقيقة الأمر ولن يجد أي اهتمام من الدولة نحن هنا مباعدة بساؤلات لماذا لا توجد لجنة للجرحة هنا في القاهرة أسوة ببقية المحافظات الأخرى الجرحة في مارف لديهم لجنة وتقوم بتيسير الاستطباد لهؤلاء الجرحة أبستبارك إلى الجرحة من الأحج وعدن ومن المناطق الجنوبية لديهم كذلك هنا جرحة بل أنا أستغرب كذلك بأن حينما كنت أرى الجرحة من الجنوب أستغرب أن هؤلاء الجرحة لأن جرحهم لن تقارن بجرح أبناء مدينة تعز نحن هنا أمام الجرحة فقدت أطرافهم أمام جرحة فقدت حاسة الإبصار لديهم أمام جرحة تعثنت جرحهم ناشدنا رئاسة الجمهورية مراراً وتكراراً وشرعية ومدارة الصحة ومحافظة المحافظة وكل من يؤنى بأمر جرحة مدينة تعز ولكننا في حقيقة الأمر لم نلقى أي اتجابة من أي من الأطراف وعلى أمام جرحة تعز المنين من في القاهرة على أركبة الإنهال ونخذ الآن ولا نعلم لماذا تحدي طيب أستاذ أحيات إذن الآن المشكلة هي فقط للجرحة المتواجدين في القاهرة والذين هم ربما على نفقة رجال خير كما تحدثت وعلى نفقاتهم الخاصة ماذا عن الجرحة الذين هم عن طريق اللجان المشكلة من قبل الحكومة الشرعية لا توجد لديهم أي إشكاليات؟ نعم الجرحة الذين سفروا عن طريق الدولة هو الجرحة الذين سافروا إلى تركيا الدفعة الأولى ويوجد هناك اهتمام ممتاز من قبل الحكومة السركية وكثير منهم يحيوا تركيا وكل جهود الأطباء هناك في خدمة إلعاء الجرحة وكذلك إلى الجرحة الذين سافروا أيضا على حسب مركز الملك السودان هم بسعاتين ولكن بحقيقة نعم الجرحة السودان يشكونا كثيرا يعني من تواجدهم في السودان في مشاكل ريسية لا توجد منهم الاجتماع والرعاية التي يجب كثير من الجرحة هناك في السودان يطالبون أن يسمح لهم بأن يأتيوا إلى المساكلة للأسطباب لأنه كما قالوا نعم هناك في المساكلات الاجتماعية وكذلك ضع الأطباء عن هذه المساكلة في السودان يستغرق كذلك السفر إليهم مع الطبيب ربما على الأربع أو الخمس ساعة حتى يصل إليهم مع الطبيب فوضع فعلا مؤلم للجرحة كذلك تارس في السودان نحن نماشد مركز الأخرى مركز الملك سلمان وعلى قيادة الشرعية بالنظر لجرحة مدينة عزوة إلى هذا الملف الانتمام على البالغ لأن هؤلاء الجرحة هم من بلعطان الشرعية وهم من قرموا من ديشة صالح والأخير وهم من قدموا هذه الأشياء والثلثة الماء من أهل العتاق بهذا الانقراض تشهر في اليمن هذا كلها الخضرات بجرحة عزوة نحن ثلاث سنوات ونحن نقوم بالوقافات الاحتجاجية في شارع جمال ثلاث سنوات ونحن بحث أصواتنا في كل القنوات الإعلانية ونحن ننادي بالالتباس إلى جرحة مدينة عزوة قد يكون هناك إشكالية الآن تتعلق ربما بهؤلاء الجرحة الذين سافروا إلى مصر عن طريق رجال خير ونفقتهم الخاصة أنه لا يوجد تنسيق مع الحكومة وبالتالي قد يكون هذا هو أو هذه هي الإجابة على استمرار المشكلة التي يعاني منها أنه لم تكن هناك تنسيق ولا تواصل من البداية أخي طابل نفع كل الملفات إلى وزارة الصحة وإلى المكتب المعنينية ولكن في الحقيقة في الأمر لن يكون هناك الإجابة نقول بأن هناك أي جسد تنسيق أو لو يوجد ملفات تنسيق من الإجابة هذا العديد غير مقبول نهائي كل الملفات تنفعت عن طريق مكتب الصحة في مدينة قاعدة الدكتور عبد الرحيم السامعي والدكتور كارث العبسي ولكن لم نجد أي من الإجابة البعض يتحجج بأن هذه الملفات ناقصة وهذه الملفات أساساً غير ناقصة لكن هناك تلاعظ في ملف الجرحة في مدينة تعز هناك كذلك بعض الآيات الخديثة التي تحاول كذلك أن تؤخر هذا الملف هناك كذلك درجة ربما يعطى لمدينة تعز بأن تقف مدينة تعز عن المقاومة وأن تقف مدينة تعز عن الخوف في درجة التحرير وإلا هذا الملف المفترض أن يكون هو من أولى الملفات التي يجب من أعلى الدولة أن تقوم بتكفيها أولا وتقديدها أولا يعني هؤلاء هذا ينعكس تلبياً على أبطال المقاومة الشعبية في الجبهات فيما ينظرون إلى رفاقهم بدون العلاج يعني لا أستطيع أن أصف قمة المهزلة التي تحدث هنا في القاملة سأعودك أستاذ حياتة ذبحاني تفضلي بالبقاء معنا في دار الأبرة ومنها الجرحى من دخول الحفل يعني تخيل بأن الجرحى مدينة تعز النهرون من الدخول إلى احتفال السفارة بأعياد 14 أكتوبر 26 سبتمبر دولة تدخل بعض الأحرار وإدخال الجرحى إلى هذا الاحتفال عن ماذا أتحدث؟ الجرحى لا أسمح لهم بكل الاحتفال كيف لنا أن نتحدث عن علاجهم؟ لكن سيكتب التاريخ عن خضلين هؤلاء الجرحى وستلعى بماءهم وإجراحهم كل متعامل وطامت ومتخاذل في مدينة الجرحى سأعود لك أستاذ حيات أعود لضيفي من السودان الجرح سامي الحميدي أغسامي بالنسبة لكم الآن أنتم في السودان على نفقة الحكومة والتحالف العربي ماذا عن التواصل والتنسيق مع هذه الجهات لمتابعة حالاتكم؟ هل هناك أي تنسيق وتواصل فيما بينكم وما هي ردودهم؟ أغسامي أيضا ينضم إلينا من القاهرة الجريح صدام العديني أهلا بك أغسامي تبعد للأستاذ حيات الذبحان من القاهرة الحكومة تتحدث عن تشكيلها للجنة لمتابعة توضاع الجرحى هذه اللجنة هل تواصلت؟ والذي قدمتهم؟ نعم نحن نسمع عن تشكيلها ولكن في حقيقة الأمر سميقى نسمع جهزة ولا نرى تحيمة وهذه الجهزة نحن نسمعها منذ الأسنوات لأنه سيتم تشكيل نزام الجرحى وسيتم تسكير الجرحى وسيتم معالجة الجرحى وسيتم وسيتم ولكن في حقيقة الأمر لم يتم أي من تلك الوعود ولم تترجم تلك الوعود إلى حيز الواقع نهائيا ما نراه هو مزيد من الآلام مزيد من الخضلان مزيد من الجرحى يعني نحن هنا قمنا ببعض العمليات للجرحى عبرقائلية الخير واستطعنا أن ننجز عدة عمليات لهؤلاء الجرحى لن نلقى حتى من السفارة هنا السفارة اليمنية للقاهرة مجرد تسيير لهؤلاء الجرحى مجرد تنفيق لهم في المستشفيات مجرد كذلك أن تقومها بأستقارة بدورها في التخصيص لليمنيين سواء الجرحى أو غيرها يعني قمة الإهمال للجرحى نحن كذلك نضع عدة تساؤلات أين هي المبالغ التي تدخل جرحى مدينة سعز وإلى متى ستتضل هذه المعاملة واقفة وإلى متى ستتضل هذه الوعود قد الانتظار هؤلاء الجرحى يحتاجون إلى التدخل الإلاجي السريع هناك مزيد من الجرحى تحولت الجرحهم إلى إعاقة دائمة بسبب الإهمال وبسبب التأخير بعض الجرحى الذين عرضناهم هنا على مشافي في القاهرة يقول لنا الطبيب بكل سرونة أنتم تأخرتم كثيرا ماتت أعصاب هذا الجريح فنستطيع أن نصنع له شيء بل يعني حتى التساؤلات لم نستطع نحن الإجابة عنها ونريد إجابة عنها من المسؤول الأول وهي الشرعية ووزارة الصحة نحن نادينا كذلك بإسقاط وزير الصحة لأنه لم يولي ملف الجرحى أي من الاهتمام اللازم يرحى سعز الذين كما قلت لك مسبقا يجب أن يساو بغيرهم على الأقام من الجرحى الآخرين وأن تشكل لهم لجمة هنا في القاهرة تتولى متابعة أمورهم الصحية أبت كذلك إلى المبلغ الذي هو في وزارة المالية الذي ما يقارب الـ 77 ألف دولار والبعض يقول بأنه 55 ألف دولار من ما تبقى من رصيد جرحى تعز في عام 2011 لماذا لا يحول هذا المبلغ لإنقاذ هؤلاء الجرحى هنا في القاهرة نحن نجمع للجريح على 200 دولار 500 دولار 700 دولار كلها عبر فائلية الخير لن نرى أي اهتمام من الدولة أو الشرعية أو وزارة الصحة وهنا العتب الشديدة اليوم أنا أحيي من عبر قناة بالقصة فائلية الخير الذين أصبحوا اليوم هم الدولة وهم الحكومة وهم مزارة الصحة وهم من أنقذ هؤلاء الجرحى الأبطال فحية إلى عثمان الخير أبو محمد الذي بادر مرات عديدة لإنقاذ جرحة تعز في لنصر وستطعنا عبر هذا الرجل الخير ابن تعز الباق أن يقدم كثير من الخدمات الصحية هنا للجرحة في القاهرة طيب ينضب إلينا أيضا من القاهرة صدام العديني أحد الجرحة أهلا بك أخ صدام أهلا بك أخ سامي لو تحدثنا في البداية عن وضعك ووضع زملاك من الجرحة المتواجدين في مصر بسم الله الرحمن الرحيم نشكر قناة القيص على اهتمامها بملف القرحة في القاهرة وفي الخارج أولا نحن قرحة مدينة تعز معاناتنا كان في تعز صعبة مرة ووصلنا إلى القاهرة بقعوبة بفضل الله ثم بفضل الدائمين من الأستاذة حياة الدبحاني حفظها الله والأستاذة قديقة ووصلنا إلى القاهرة ومساعدات من الرجال الخير من الجرحة منهم من باعه سيارته وعوبيته وبيعته وباع عراضي في القرية معانات مشقة كبيرة ووصلنا إلى الجرحة ونتعالج على حسابنا بعض الجرحة من قارب 20 جريح من مدينة تعز وللجرحة كثيرة في مدينة تعز نحن الآن في القاهرة نتعالج على حسابنا واتذكر على حسابنا ومعيشتنا اللهم لك الحمد صعبة جدا الآن بعض الجرحة لا يجد يعني ما يشرب في اليوم بعض الجرحة لا يجد حق الكشافة بعض الجرحة لا يجد حق ما يأكل بعض الجرحة لا يجد حق حق الجراع نحن يعني ناشد من رئيس الدولة من ناشد الملك سلمان بالنظر عين الرحمة إلى جرحة تعز بكل دول بالسودان في القاهرة في تركيا في الهند نحن نطالب من تجنة تشكل والنظر إلينا متاومة بجرحة البقية بعض الجرحة هنا في مدينة القاهرة يستلمون اليوم مصارب 300 من بعض المحافظات ونحن لا نستلم 5 ريال من أي ناشة بعض الجرحة يستلمون حتى ربما لأن هؤلاء الجرحة سافروا بعد التنسيق مع اللجان المشكلة في الداخل هل لذلك علاقة؟ نحن قرحانا تخيص في مدينة تاعز نحن قرحانا تخيص في مدينة تاعز ولا ينظر على حد إلينا نحن قرحانا مستشفيات ليست مؤهرة في مدينة تاعز نحن تخيص سافرنا بعد مشقة من فاعلين خير وهنا صاح أنهم قاعدوا على تنسيق بس في مدينة تاعز ولا ينسقوا معنا الشرعية ولا أي كلام معهم طيب الآن ما هي الخطوات التي من خلالها تودون التعبير عن الحالة التي وصلتم إليها؟ هناك حديث عن اعتصام ربما تريدون تنفيذه في مقر السفارة نحن نطالب بتشكيل لجنة والنظر إلينا نحن قرحانا نطالب بلجنة نحن قابلنا أمس في مهرجان سعادة السفير وقال تعالوا يوم الأحد ونحن نعارض قضاياكم لكي نرى يوم الأحد وإلا بلجنة المستصعيد في السفارة طيب أذهب إلى الأخسام الحميدي من السودان أخسامي ما هي خطواتكم المقبلة؟ يا أخي خطواتنا إن شاء الله سوف نقوم لأتصار للسفارة والإضراب الخطف الثاني إن شاء الله الإضراب في السفارة على الطعام وقعض القرآة سوف يحرقونها بأنفسهم يسرق عدم توقفر العلاق تقيعة القرآة تقيعة القرآة يعانوا الوجهات يعانوا الوجهات طيب الآن هناك حديث عن يتكم الاعتصام الاعتصام داخل مقر السفارة لماذا تريدون الاعتصام؟ وهل هناك أي تواصل لكم مع السفارة؟ وما هي ردود الفعل من قبلهم؟ لقد تواصلنا مع السفارة قطعوا علينا المصاريب اليومية والمعيشة ولم يستكملوا عن من يطعب القرآة من من يحساق النقل إلى دولة أخرى وحريدون بالترحيل لنا أشكرك جزيلاً جريح سامي الحميدي كنت معنا من السودان كلمة أخيرة لك أخص الدام العديني أحد الجرحم القاهرة أعود مرة أخرى وأخيراً للأستاذة حياتة ذبحاني مديرة العلاقة العامة في مؤسسة رعاية الشهداء أستاذة حياتة كلمة أخيرة ومناشدة تودين إطلاقها من خلال شاشة بلقيس نعم نحن لن يأث وسنظل نناشد مراراً وتكراراً الشرعية بأن تقوم مواجباتها الأخلاقية والإنسانية تجاه الجرحى هؤلاء العظماء الأبطال الذي يجب على الشرعية أن تبادر على وجه السرعة لإنقاذهم من تلك الجراحة التي فتكت بهم يعني البعض يقول لو كنت شهيد أفضل من هذا الألم لأن يأث أموت في اليوم ألف مرة من الوجع والألم يجب على الشرعية كذلك أن تقدر تضحيات هؤلاء الأبطال ويجب عليها أن تتذكر كذلك ما قدمه هؤلاء الأبطال تناسرت أشلاؤهم في الجبال وفي السباب وفي الأدقة وفي الشوارع وهم يدودون عن الشرعية ويدودون كذلك مع قوات التحالف العربي هؤلاء الأبطال هم منكسروا شوكة الحوثي في محافظة سعيد لم تستطع ميليشي تتالح والخوثي إخضاع المدينة بسبب هؤلاء الأبطال فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وهل جزاء الوفاء إلا أن يقابل بالوفاء والعرفان سيكتب التاريخ عن خضلان جرحى مدينة تعز وسيكون وصمة عار في جبين كل من استطاع أن يقدم لهم شيء ولم يقدم سننتظر الوعود أن تترجم إلى حيز الواقع سنزور نحن السفير يوم الأحد كما أعطانا المعاد نحن كذلك نشد على أيدي محافظة المحافظة الأستاذ علي المعمري لأن يقوم بواجبه كذلك تجاه جرحى مدينة تعز وأن يولي الجرحى كذلك جل اهتمامه وأن ينتشر كذلك الوضع الصحي المترجي في مدينة تعز وأن ننتشر كذلك بأن هناك جرحى في الداخل لم يستطيعوا الخروج من مدينة تعز سواء مدنيين أو مقاومة وهم في أوضاء إنسانية ساوية للغاية لا يستطيعون توفير الأدوية لا يستطيعون عمل العمليات في المستشفيات انتهى التعاقد مع مركز الملك سلمان وأصبح الجرحى بين سندان الإهمال وبين مطرقة الحوثي والسيداء فالحوثي كذلك يسقط لدينا المزيد من الشهداء والمزيد من الجرحى وتزاقم معاناة الجرحى بسبب الإهمال الذي نراه نحن إهمال متعمد من الشرعية ومن مزارة الصحة أن نرجو كذلك من كل المبادرات الخيرية والأنشطة كذلك التي تقوم بهذه المبادرات وإنسانية الخير أن كذلك يحاولوا معانا إنقاذ ما يمكن إنقاذه في مدينة تعز وأن يقوموا بقضاء ديون الصيدلية في مدينة تعز وأن يقوموا كذلك بتسهيل توفير المبالغة المالية لأولئك الجرحى الذين قلت لحيا الجرحى المغنين وعمل لهم العملية اللازمة في مدينة تعز وللنئات ونحن ما ظن في التصريب حتى نصل إلى المطالب لأن في حقيقة الأمر أصبحت معاناة الجرحى شيء لا يحتمل شكرا جزيلا لك حياة الذبحان الناشطة الحقوقية وإيضا الشكر موصول لضيف هذه الحلقة من زواء الحدث في الختام تحية الطاقة من البرنامج ومنتج هذه الحلقة بالماهرة من الجبان لك